اشتركوا في القناة شكراً لكم زملائي في الستيديو أحييكم تحية طيبة وأصبح عليكم وعلى كل من يشاهدنا بكل خير ويا مرحبا بكم ويانا وينما كنتوا طبعاً المشاهدين الكرام اليوم متواجدين بكيمارة الشرقية في سوق الخضار والفواكه بمدينة كلبة خلونا نأخذ جولة معاكم ونتعرف على أنواع الخضار والفواكه اللي اليوم موجودة ومن وين مصدرها كذلك نتعرف على أسعارها ونبدأ عند أخونا علي أول شيء السلام عليكم علي ما شاء الله كيف حالك؟ اليوم خضار وفواكه وشغل الحمد لله علي أول شيء خبرنا عن الطماط الطماط على كم اليوم عندنا؟ الطماط ماللومان موجود 15 درهم طماط مالكلبة موجود 15 درهم ما شاء الله الكيلو طبعاً 15 طبعاً 3 في 4 فيها شكل الكرتون على 15 درهم ما شاء الله هذي قلت لي هذي الطماط من مزارع كلبة ما شاء الله هذي طماط من مزارع مدينة كلبة وهذا يجمع لأمان؟ هذا يجمع لأمان نجيب دبي ما شاء الله قلت لي على 15 درهم 15 درهم ما شاء الله وعندنا هنا البصل البيض بصل البيض ماللوك الموجود مني كلبة موجود برموكه وعلى كم سعر البصل اليوم علي؟ كيلو خمس درهم الكيلو على خمس درهم وعندنا بعد هني ما شاء الله عنا البامية وعندنا البادنجان بادنجان في بادنجان في زهرة في نهاية سلام ولكم الليمون على كم اليوم؟ ليمون وهذي 6 درهم كيلو على 6 درهم هذا الليمون الهندي باميا باميا مالأما ماشاء الله. وعلي كم تبيع البامية اليوم؟ كيلو بيلو عشر دراهم الكيلو. اه من واحد كقدتي؟ من اquiera من عمان. من عمان و فاصوليا؟ فاصوليا مع الامان هنا. على كم يوم تبيع الفاصولية اليوم؟ كيلو عشر دراهم. الكيلو على 10 دراهم اليوم الفاصوليا. وعندنا هني يا علي الزهرة، الله كم يوم الزهرة عطيت حبة عليه؟ جيب حبه؟ ما شَالله بشاهدين الكرام في كل شيء في اليوم على كم الزهرة اليوم؟ زهرة هده 6 دراهم لم أشكل ما شالله للمشاهدين الكيلو على 6 دراهم هده الزهرة وعنده كثير انواع من الفواكه والخضرة تعال علي خلنا شوف نيشو معنا بعد هن هذا البصل نيشو بصل الأخضر هده ما شالله على كم البصل اليوم تبيع؟ هده بيا ربط جرام ماشكل الربط على درهم حم نشاهدين الكرام ما شالله وعنده هنه بعد؟ شبات موجود، فجل موجود، نعنى ما شاء الله، سبت على كم اليوم؟ محبت درهم بعد؟ أيو، ربطة درهم ما شاء الله، وكذلك الجرجير والرويد والنعناع كلها ربطة على درهم يعطيك العافية بشي علي، شكرا لك حبيبي، مشكور ما قصت مشاهدين الكرام، ما شاء الله، مثلما قاعدين نشوف كل أنواع الخضار والفواكه الحمد لله موجودة اليوم عندنا وبسعار مختلفة، خلونا نشوف عندكونا علي ثاني سلام عليكم وعليكم السلام كيف حالك؟ علي بعد اسموك؟ أيوة ما شاء الله، أشعر حالك؟ كيف حالك علي؟ علي، تعال تعال، تعال، أشب等نا عن ماذا؟ خبرنا اليوم، شو الفترة أيضا، هذا هو الخص Eggers هل هذا هو الخص؟ نعم، الخص الأولندي ماشاء الله على كم الخص اليوم؟ فلخهم على خمس دراهم وعلي شو الأخيل، ماشاء الله ماشاء الله، ويا ما شاء الله، عشاء الله لياحة علي؟ ماشاء الله، لياحة على كم اليوم؟ كيلوريا حالي 7.5 هذا الياح ماشا الله الكيلو على 2.5 melts مين هالياح هذه؟ هذا ما لديها أيوه ما فيه اليوم هنا ما فيه مزارعك لا ما فيه موزومه لا ما شاء الله وعند هاليا بعد أشوف البطاط عليه البطاط هاليا 3 دره أشوف البطاط ماشا الله الكيلو على كم؟ 3 دره على 3 دره البطاط مين عليها البطاط اي من الايران ماليوم شو عندنا نبغي شيء من هنين من عندما؟ القرع مين؟ Gabal Amara هل من المجرمaccord الجذيك سอ creativity تسوي على الأرباط من المغرب ... أجمل القرع دعونا بإجراء لمشاهدين يظهرهم هل من المغرب تشوي العنا flooded? أصممed علي אז��� joined David كم السعر تقيمكم تسوي على 4 دلاهم ثلاثة كيلو أنداanka دعونا بحثمنا مشاهدين الكرام إنه بس الأخضار بعض الع Pink البحث عن 1 دلاهم ربطة على درهم ومن وين البصل لبيض هذا؟ هذا المصافة مشاهدين الكرام هذا البصل من مزارع مسافة واليوم يبيعون هني في بزارع في سوق الخضار على كم؟ الربطة على درهم ما شاء الله وعنده كذلك الخص من وين هذا الخص عليه؟ خص مالبلاد في وماللبناني في وعلى كم اليوم الخص تبيع؟ من كم درهم على خمس درهم ما شاء الله وهني خلونا نشوف آخر شيء ما شاء الله بعد الفجل الربطة على درهم ما شاء الله هذا الفجر طيب مشاهدين الكرام من مزارع مسافي ما شاء الله وعلى درهم طبعا الفجر والسبت والرويد كلهم على الربطات الربطة على درهم ما شاء الله درهم درهمين تقريبا لا درهم واحد تابت السعر درهم يعطيك العافية علي مشكور ما قصر تبارك الله فيك مشاهدين الكرام إلى هنا تنتهي معاكم جولتنا في سوق الخضار والفواكة بمدينة كلبة وهذه اليوم أسعارنا وهذه اليوم الفواكة الموجودة في سوق الخضار والفواكة بمدينة كلبة والكلمة تعود لكم في الاستيديو من جديد وشكرا لكم كل شكر لك حمدان على هذه التقطير المميزة ودايما امتعنا زميل حمدان بجولاته في المنطقة الشرقية لتعرف على آخر أسعار الأسماك وأيضا الخضروات والفواكة مشاهدين أن الأسرة هي الكيان الذي حظيه بعناية كبيرة من صاحب اسمه شيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة ومن هذا المنطلق نظمت إدارة مراكز التنمية الأسرية أحدى مؤسسات المجلس الأعلى لشؤون الأسرة حملة الوطن أسرة تحت شعار الأسرة أمان يريدها سلطان من أجمل العناوين وهي حملة توعوية شاملة تهدف إلى نشر ثقافة توعوية أسرية في المجتمع والحديث بشكل مفصل عن هذه الحملة نرحب بالأستاذة موزة سيف الشحي مدير إدارة الإرشاد الأسري بإدارة مراكز التنمية الأسرية بالشارقة صبح شاء الله بالخير وصباح الإرشاد نقدر نقول عبر برنامج صباح الشرقية حيا شاء الله الغالي وحيا وسعيدة ووجودة إياكم هنا في قناة الشرقية إذن نتحدث عن هذه الحملة وما هي أهدافها الحملة بعنوان الوطن أسرة اخترنا لها شعار يجتمل على مضمونها وهي الأسرة أمان يريدها سلطان طبعا منطلقنا من أهداف أردنا فعلا أن نفعلها وأن تكون هي المحور الأساسي لهذه الحملة فعدنا تعزيز الوعي لدي الأسرة لبناء أسري متماسك ومستقر يقوم على ترسيخ القيم والموروث الأصيل أيضا نريد أن نمكن الأسرة في أن تتمكن من إنشاء جيل واعي قادر على أن يتجاوز التحديات والصعوبات والمتغيرات اليومية الطارئة علينا أيضا ترسيخ قيم الإيجابية وقيم السعادة نريدها أن تكون أسلوب حياة لمجتمع الإمارات ذكرت من ضمن الأهداف أستاذ موزة من ضمن الأشياء أن إنشاء جيل واعي يعني هذه الحملة لا تقتصر على فئة عمرية معينة بل ممكن أيضا لفئات أصغر غير المقبلين على الزواج أو المتزوجين أيضا لهم حملات لهم مبادرات لهم جانب في هذه الحملة فنتكلم شوي منهم المستهدفين الفئة العمرية الأزواج والزوجات إلى جانب المبادرات التي ستقومون بها طبعا حاولنا خلال هذه الحملة أن نغطي جميع شرائح المجتمع المستهدف نريد أن نصل إلى الأسرة بكل أركانها سوء كانت الأسرة متكاملة الأباء الأمهات التربويين أولياء الأمور المعلمين طلاب المدارس طلاب الجامعات سيحظى كل هذه الفئات على نصيب وافر من الفعاليات سوء كانت التي تقدم في أمارة الشارقة أو في الوسطى المنطقة الشرقية نعم أمارة الشارقة والمدينة نعم أيضا لدينا فرع في الوسطى وغطي طبعا منطقة الوسطى بأكملها وعندنا في الشرقية في كلباء دبل حصن وخورفكان ثلاثة أفرع تغطي كل المنطقة فنحاول قدر المستطاع أن نغطي جميع الفئات العمرية والأسرة بكل شرائحها بكل أفرادها في أمارة الشارقة يعني عندما تحدثنا بأن هذه الحملة هي شاملة فهي شاملة للمناطق تابعة أمارة الشارقة شاملة لجميع الفئات العمرية وجميع أفراد الأسرة بشكل نعم ولكن مثل ما ذكرت عاشا قبل الحديث عن هذه الحملة وقبل أن نطلع على الهواء شعار جدا جميل تم اختيارة لهذه الحملة الأسرة أمان يريدها سلطان يعني نتحدث عن هذا الشعار وأساس اختيارة طبعا طلقت هذه الحملة الوطن أسرة بتوجيهات سمو الشيخة جواهر بن تمحمد القاسمي هي التي دائما تدعو إلى البناء المتماسك إلى الأمان الأسري إلى أن نصل بالأسرة إلى الاستقرار فارتأت سمو الشيخة جواهر أن تكون فعالياتنا خلال السنتين 2020 و 2021 تكون حملة نستهدف فيها أو نعزز فيها القيام الأسرية والموروث الأصيل وبما أنه سمو الحاكم الوالد الشيخ سلطان دكتور الشيخ سلطان بن محمد القاسمي هو الداعم الأساسي لنا وهو الموجه والبوصلة التي نقتدي بها وتحركنا داعم دائما الأسرة ربما في كل أحاديث في كل أفكار في كل أعمال التي تنفذ كلها موجهة للأسرة طبعا إذن لا بد أن نسعى نحن أيضا كمؤسسة أسرية أن نسلط الضوء وأن نجعل محور وشعار حملتنا هو الأسرة أمان كما يريدها سلطان يعني الحملة أيضا ليست قصيرة المدى نقدر نقول بل بعيدة المدى تقريبا حملة ما تقارب سنتين من مبادرات من ورش من حوارات نقاشات إلى جانب العديد من الفعاليات يعني نحن نتعودين دائما الحملات تكون بوقت قصير أسابيع معينة أشهر قليلة لكن سنتين من الأعمال نقدر نقول من المبادرات يعني أكيد تتضمن العديد من الأنشطة أو الفعاليات نتكلم لماذا جاءت هذه الحملة على مدار عامين طبعا يعني تغيير السلوك وتغيير المفاهيم وتغيير ثقافة المجتمع لا تأتي بين ليلة وضحاها ولا يكون في يوم واحد لا بد أن نعزز لا بد أن نعيد لا بد أن نكرر لأن لا بد أن نغير في طرق التقديم حتى نصل بالفكرة لمضمونها وخصوصا أن تكون حملة حملة على مستوى الشارقة سيكون لها صدى أكبر وتعزز الثقافة الداعمة للبناء الأسري جميل طيب ذكرتي يا سيدة موزة بأن خطة لمدى عامين ولكن مبدئيا تم وضع خطة عشرين عشرين يعني أتحدث عن كيفية توزيع هذه البرامج على مدى هذا العام سننطلق إن شاء الله في مارس وهنا بالبرامج طبعا هنا أدعو أهل الشرقية لدينا يوم الثلاثة القادم ثلاث ثلاثة الانطلاق الأولى في كلبا جميل في جلسة حوارية بيقدمها المستشار الدكتور إبراهيم الدبل مع الدكتور علي زعابي ستناقش القيم المفترض أن تقدم للناشئة كيف نربي لذلك هناك دعوة عامة لكل من يرغب في الحضور في الاستمتاع في التلقي الأمهات والأبناء دعوة مفتوحة للجميع ستكون الساعة العاشرة في مسرح جامعة الشارقة وليس معنا أن دائما مراكز التنمية الأسرية مشكورة يعني جهودها مبذولة من خلال الحملات والتنويع في الحملات فقط بتكون هذه الحملة أو هذه المبادرة نقاشات حوارية أم بتضم فعاليات مختلفة ومتنوعة بالنسبة للبرامج التي استقدم ستكون هناك عدة مبادرات ربما لن تكون كثيرة كأسماء كمبادرات لكن في كل منها مغزى كبير وستقدم على مستوى الشارقة كلها ستكون تنطلق في مارس بداية مع محطات القيم الأسرية لدينا أيضا مبادرة باسم دقائق وعي 180 درجة من التغيير أيضا هذا مشروع سيأخذ له مدى أو فترة زمنية في الصيف بعدها سننطلق إلى برنامج حلقات شبابية وسنختم عشرين عشرين بيئة الملتقى الأسري السابع عشر والذي يقدم يعني على مدى سبعة عشر عام أيبني عمار سافة الحلقات الشبابية يعني من الأفكار ممكن تأتي أيضا من هذه الحلقات طبعا أتوقع أن الشباب لهم دور كبير بيوضع هذه الأفكار في أساس تغيير الوعي الكافي لإيجاد البيئة المناسبة للأسرة بشكل عام لجميع أفرادها ولكن يعني ضمن هذه المبادرات هذه الورش هذه المنتديات التي ستقدم على مدار العام أيضا هناك وثيقة التلاهم هذه الوثيقة أيضا لها دور كبير جدا وراح يكون لها وقت أيضا لانطلاقتها نتحدث عن هذه الوثيقة وما هي أهدافها طبعا الأسبوع الماضي انطلقت الحملة في مؤتمر صحفي كبير وأطلقنا هذه الوثيقة تحت شعار الأسرة أمان يريدها سلطان الموجه الأول لهذه الوثيقة هو رؤية سموة حاكم الشارقة في أن تكون الأسرة هي البناء والمضلة الكبرى لجميع شرائح المجتمع فلن يتأتى ذلك إلا بتكامل المؤسسات نحن نريد من جميع المؤسسات في إمارة الشارقة أن تتكاتف وأن تتكامل معنا لتقديم كل مؤسسة بإمكانياتها بصلاحياتها تدعم هذه الوثيقة وهذه الحملة وبالفعل تم تعهد مجموعة من رؤساء الدوائر الحكومية في إمارة الشارقة ومنذ الانطلاق حتى اليوم تأتينا يوميا اتصالات كثيرة من جميع المؤسسات راغبين في أن يدعموا هذه الحملة ربما هذه الحملة تعتبر حملة مجتمعية يقودها حس الإنسانية والمسؤولية لذلك فالكل حاب أن يدخل ويدعم هذه الحملة عن طريقتها طيب أستاذ موزة قبل أن نختم الأشخاص اللي حابين أنهم يطلعون على المكان والزمان لأي نقدر نقول مبادرة من خلال هذه الحملة أو أي حلقة حوارية أو نقاشية كيف ممكن أنهم يطلعون على هذه الأشخاص؟ ممكن يتابعونا في مواقع التواصل الاجتماعي فديسي تنمية سواء كان على السناب شات أو على الإنستغرام وغيرها جميل إذن في هذا الحديث الممتع شكرا لتشال أستاذة موزة سيف الشحي مدير إدارة الإرشاد الأسري بدائرة مراكز التنمية الأسرية بشارقة شكرا على الحضور وتلبية هذه الدائرة شكرا لك شكرا لك هذه الجهود مبدولة لتحقيق الاستقرار الأسري إن شاء الله هذا الذي نأمله ونهدف إليه إن شاء الله إيدنا بإيد بعض إن شاء الله شكرا لك